في شوية حاجات ليه علاقة بحراسة المرمى كتير كده وفيها لغبطة بس قبل ما روح لها هايسألك الأول على كهرباء النهاردة فكية إنه لما أنتوا شفتوا في التشكيل الأساسية بعد غياب يعني حواليه أكتر من كتير يعني بتكلم فيه سبع شهور وأكتر يعني كانت مخاطرة كبيرة اتفاجئت قلت إنه ده هيخصفر الأهلي ده هيعمل مشكلة الأهلي ولا قلت إنه ده كان قرار جيد من كلر بصراحة بص هو طبعا يعني موقف في الأول وفي الآخر موقف من البداية خالص كويس من الناد الأهلي صراحة مسؤولي الناد الأهلي ومجلس إدارة الناد الأهلي كابتر خطيب مجلس الإدارة جمهور الناد الأهلي طبعا وراء كل شيء أنا شايف الناد الأهلي في الأزمات لللاعب الكرة بيقف جنب اللعيب سواء من إصابات من وقف يعني شفنا قبل كده كريم ندفد شفنا رمي ربيعة شفنا ناس كتيرة كانت مصابة أحمد فتحي قاعد فترة كبيرة جدا أنا نفسي في 2004-2005 تعورت قاعدت حوالي 8 شهور الناد الأهلي في الأزمات يا كريم بيقف جنب اللعب وبيزبر عليه حجازي قبل كده إصابة يعني بيزبر عليه النهاردة أكرم توفيه وأكرم توفيه ومحمد محمود كل الناس إنت لو ألاحظت تلاقي الناد الأهلي موقفه كويس جدا جنب اللعب الناد الأهلي يوقف زي كهربا الناس كلها بتتكلم عن الكهربا مش هيلعب كهربا بطل عمل لكن فيه حاجة تحصل لكهربا الصراحة كهربا من اللعيبة الموهوبة من اللعيبة اللي عندها بلغة الكرة كده كريم غل فهو الولد عنده ثقة في ربنا وفي إمكانياته وفي الناد الأهلي وجمهور الناد الأهلي طبعا أكيد فيه كلام وفيه نقاش بينه بين المسؤولين في الناد الأهلي إن أنت موجود ونوى في جنبك وصبره بتاعه هو ده اداله صبر شوية وهو عنده جلد كهربا طبيعي إن أنا النهاردة واحد زي فكر كولر أو المسؤولين في الناد الأهلي لو شايفيني إن كهربا مع الوقت ده كله مش هيقدر يديني أكيد ممكن يبدأ شوت تاني ياخد لأخير ربع ساعة بس اسمه إن أنا بحط كهربا بقول للناس إنه هو كهربا موجود إن أنا كسبت الرهان صح لأ النهاردة هم شايفين كهربا هم جوه المطبخ إن كهربا ماشي كويس جدا بيتمرن محافظ على وزنه مبتسم دايما في التمرين ما بيعملش مشاكل في التقسيمات وأكيد في المرشاطة الوديية بيتدوله فطبيعي النهاردة كاس مصر يدوله حلوة تقديمة دي كلها وده كلام سليم اللي أنت قلته ده كله فاجئت النهاردة إنه موجود في التشكيل الأسية لا ما اتفاجأتش طبع لا أنا ما اتفاجأتش لأن الكهربا لعيب كبير لعيب دولي ولعيب عنده خبرات واحترف بره فمع فوقانه مع إنه هو عاوز زيلا وأكيد نادي الأهلي والمسؤولين تكلمه معاه أنت قدر بتدي آه آه قدر أدي وبدأ والنهاردة كان يعني مفتاح الفوز للنادي الأهلي أسألك السؤال قبل ما أروح للهاني سليمان عشان عايز أتكلم معاك يا للهاني سليمان النهاردة كهربا بعد المستوى ده يبدأ أساسي قدام الزمالك يوم السبت مش شرط يبدأ أساسي يا كريم مش شرط انت النهاردة بتلعب كاس آه طبعا الكاس مش بطولة قليلة ولكن انت عندك ماتش جاي ماتش مهم الثلاث نقاط مهمين فريق أقوى طبعا نادي الزمالك نادي كبير عنده ظروف صعبة نادي الزمالك برضو لا يستهم به طبعا نادي كبير عايز أكسب مش شرط النهاردة إن أنا أبدأ بكهربا بالعكس النهاردة أنا كهربا هاخد منه الحاجات الإيجابية النهاردة خد ثقة عمل اثنين أسست جاب جول تحرك كويس جدا لكن واضح إن الكهرباء اللي أقل بدلية ما يقدرش يكمل لسه طبعا آه طبعا فمش شرط أنه يلعب لكن أكيد هيبقى ليه دور في ماتش الزمالك اللي جاي أكيد